اشتركوا في القناة قد شهرت امرأة عزيز مصر بهذا الاسم وهي من كانت سببا في دخول يوسف الصديق عليه السلام السجن بضع سنين بعد ان احب السجن عن فعل المعصية لذلك اليوم سنتعرف على معنى اسم زليخة وصفات حاملة الاسم وكذلك رأي الدين الاسلامي في هذا الاسم لكن قبل ان نخض في تفاصيل هذا الاسم ندعوكم مشاهدين الكرام الى الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وكذلك خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لنتابع معنى اسم زليخة اسم عالم مؤنث يوجد من يقول ان هذا الاسم عربي ويقول انه اسم قبطي وهذا هو الارجح حيث ان امرأة عزيز مصر قد شهرت به وهو منقول من الزلخ اي التقدم والاسراع اثناء المشي ويعني ايضا الشيء الناعم الذي لا يمكن السير عليه وهو اسم مقصور بدون همزة ويوجد من يرى انه اسم ممدود في اخره همزة وينطق زليخة والدلع لهذا الاسم هو زلوخ رأي الدين الاسلامي في اسم زليخة هذا الاسم يعيد الى الاذهان قصة سيدنا يوسف الصديق عليه السلام الذي احب السجن عن الوقوع في المعصية بعد ان راودته امرأة العزيز زليخة عن نفسه وقد نقل قول الحق عز وجل قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين لذلك يرى علماء الدين انه لا يوجد اي موانع تحرم ان تتسمى البنت المسلمة بهذا الاسم حيث انه لا يسيء للدين الاسلامي في شيء ولا يدعو للشرك والعياذ بالله صفة البنت التي تحمل اسم زليخة من تحمل اسم زليخة هي فتاة رخيقة القلب هادئة الطباع وفيها الكثير من الصفات الطيبة والسمات الرائعة ونذكر منها الآتي تتميز بالحنان والعطف ورقة المشاعر ومرهفة الحس وشديدة التأثر تتميز بالقوة والجلد والصبر حسنة التصرف امام اي موقف وتوجه بحكمة ورجاحة عقل تتميز بشجاعة وتحمل المسئولية ومن السمات المحببة فيها انها تتميز بالذكاء الحاد الذي يميزها عن غيرها ويمنحها النجاح والتفوق في دراستها وحياتها العملية دائمة البحث على الرقي والوصول الى اهدافها زليخ من الشخصيات الواثقة من نفسها المحبوبة ولديها اصدقاء كثيرون ويثقون في رأيها اذا طلبوا مشورتها في امر من الامور فدائما لها رأي صائب كما انها شخصية رومانسية تحب وتعطي وتهتم بكل من في حياتها واذا اخطأت تعترف بخطائها كما انها تعشق الهدايا وكل ما هو جديد بعد ان تعرفنا على معنى اسم زليخة قصة هذا الاسم هل تعرفون احدا يدعى زليخة وما هو رأيكم في هذا الاسم هل يمكن ان تطلقوه على مولودتكم القادمة في انتظار اجابتكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات اسفل هذا الفيديو الى ذلكم الحين استودعكم الله دمتم بكل الحب والخير والسعادة عزيزي المشاهد اذا كنت تشاهدنا لاول مرة فادعوك للاشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء